السلام عليكم مرحبا بالجميع مرحبا بمتتابعين قناة خليد العريم دائما في السلسلة للنظام الأساسي الخاص بموضة في قطاع التربية الوطنية وصلنا لباب العاشر مقتدايات مشتركة المادة ستاوستين تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم والإدارة المدرسية والتدبير والتفتيش والتعطير والمراقبة والتقييم الرتب والأرقام السلالية الآتية طب الخانة الأولى الدرجات والرتب درجة الخامسة الرتبة الأولى 153 الرتبة الثانية 161 الرتبة الثالثة 173 الرتبة الرابعة 185 الرتبة الخامسة 197 الرتبة السادسة 299 الرتبة السابعة 222 الرتبة الثامنة 236 الرتبة التاسعة 249 الرتبة العاشرة 262 الدرجة الرابعة الرتبة الأولى 207 الرتبة الثانية 224 الرتبة 241 الرابعة 259 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 الثانية 253 ثالثة 204 الرابعة 2096 الخامسة 317 السادسة 339 السابعة 361 تامينة 382 تاسعة 404 العاشرة 438 الدرجة الثانية الرتبة الأولى 275 ثانية 300 ثالثة 326 الرابعة 351 الخامسة 317 السادسة 400 وجوج السابعة 428 تامينة 456 تاسعة 484 العاشرة 512 والرتبة الستنائية 564 دائما في الدرجات الأولى الأطور التالية أستاذ تعليم ابتدائي أستاذ تعليم تناوي إعدالي مختص تربوي مختص اجتماعي مختص الاقتصاد والإدارة مساعد تربوي الدرجة الأولى 336 درجة الثانية 369 درجة الثالثة 403 درجة الرابعة 436 درجة الخامسة 452 درجة السادسة 590 درجة السادسة 540 درجة الثانية 564 درجة التاسعة 606 درجة العاشرة 639 درجة 1-11-695 درجة الثانية 690 درجة الثالثة 740 درجة اللغة درجة الثالثة 740 الباقي الأطور 2-333 درجة الثالثة 360 تاريطة 430 رابعة 436 خامسة 470، السادسة 590، السابعة 540، تمينة 570، تاسعة 660، العاشرة 639، الرتبة ستنائية 704. الدرجة الممتازة، الرتبة الأولى 740، الثانية 746، الثالثة 779، الرابعة 812، الخامسة 840، السادسة 870، السابعة 900، تمينة 930. انتهى الجدول. المادة 67، يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوصة عليه في هذا المرسوم، أو إسناد مهام أخرى المعينة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 68، تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطور التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 69، تشارك الموالد البشرية لزوماً في دورات تكوين المستمر المنظمة لفائدتها من أجل تطوير مهاراتها وتحسين مرضوضيتها. المادة 70، تستفيد موالد البشرية من رخصتها السنوية المحددة في 22 يوم عمل خلال وطلت نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. ويسمح للأطور التدريس وأطور التفتيش التربوي بالاستفادة من الرخصة السنوية المذكورة لأكثر من 22 يوم عملاً خلال وطلت نهاية السنة الدراسية. ما عدى المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات تربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها. المادة 71، تستمر الموالد البشرية خلال فترة متابعتها للتكوين بمراكز التكوين تابعة لقطاع التربية الوطنية. بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 44 أعلى في تقاضي الأجرى المطالبة لوضعيتها النظامية. المادة 72، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة عند الاقتضاء إزاء الموارد البشرية. المادة 73، يتم وضع قطر التدريس رهن الإشارة طيب قلي أحكام الفصل 14 مكرر مرتين من الظاهر الشريف السالي في الذكر رقم 51-008، الصادر في ربعاء شعبان 1377، 24 فبراير 1958 أو الحاقيم طيب قلي أحكام الفصل 48 منه حصريا للقيام بمهام مماثلة لمهام الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر. المادة 74، لا يمكن أن تتم إحالة الأطر التدريس على استيداع طبقا للبندين. ثلاثة واربعة من الفصل 58 والفصل 60 من الظاهر الشريف السالي في الذكر رقم 51-008، الصادر في ربعاء شعبان 1377، 24 فبراير 1958 أو موافقة على طلبات الاستقالة المقدمة من قبلهم طيب قلي الفصل 77 من الظاهر الشريف المذكور، إلا بعد ما تم السنة الدراسية. شكرا لكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.